السلام عليكم معكم محمد البسيمي ومعنا نواف النغموش وأنا معي جهاز وهو مع الجهاز طبعاً الهدف اليوم إحنا سألناكم مجموعة السلة قلنا لكم الشي اللي وديكم تعرفونه عن هذا الجهاز اللي هو الـ Xbox Series S الأخ صغير للـ Xbox Series X الـ Xbox Series X اللي طبعاً سوينا لكم تشويقه له وفتح صندوق أمبوكسنج وبيجي مراجعة كاملة له لما يفك الحظر الإعلامي عليه بس اليوم نقدر نتكلم عن الـ Xbox Series S جهاز ناس كثيرين مش فاهمين بشكل كامل إيش الهدف منه لإيش موجود ينفع المين من مفروض يشتريه جمع ناس اللي حلوة بنجاوبها اليوم وبنفس الوقت قاعدين تتفرجون معنا أكيد على لقطات لشكل الجهاز من قريب ونفتحنا الصندوق إن شاء الله قبل ما أدخل حمالي يعني في بداية أنا كتب أن نجذب لهذا أكثر بعدين نفتحنا الصندوق وشفت هذا وصورت حبيت الأبيض الأس أكثر ما عادري وشو هلأ سنتأخذها وأنا بأخذها ما عندي بشكل هذا الشيخ نعاجمني صراحة كلام نواف أبداً مكذب الشكل رهيب جداً تصميمه رائع يعني أنا كنت شايفه على الطبيعة مو على الطبيعة شايفه في الصور آسف بس لما شفته على الطبيعة جذبت له أكثر وكلما أروح وأرجع أنصدم كل مرة كل مرة أشوفه أنصدم قد إيش هو صغير يعني أنتم شايفين اليد كم حجمها يعني أبد الصور ما تعطيها حقه ولا الفيديوهات بس طبعاً فيه نقطة مهمة نحب نوضحها قبل لا ندخل في الأسئلة وهي بخصوص السيريس أس أنه ماهو نسخة رقمية فقط من السيريس أكس لهم مواصفات مختلفة تماماً راح تتعرفون على هذا الشيء أكثر من خلال إجابة الأسئلة فإيش سؤالنا لأول نواف أول شيء على الدقة دقة الجهاز أو دقة الأكس بوك سيريس أس فالسؤال الأول يقول هل هي 4K ولا 1080p حلو هذا أول سؤال الدقة اللي يقدر يشغلها الجهاز طبعاً السيريس أكس نعرف أنه يشغل 4K ويدعم إلى 8K علاقة حالياً بأرض المحتوى المرعي لكن السيريس أس يدعم دقة 1440p طبعاً الناس تسأل إيش 1440p أو في بعض الناس يطلق عليها دقة 2K فهي حل جميل ووسط بينما اللي ما يبغي يلعب 1080 وبنفس الوقت ما عنده القدرة أن يلعب 4K يمكن ما عنده شاشة يمكن عندك شاشة 2K شاشة كمبيوتر 2K وتبغى هذا الجهاز يصبح مناسب لك مرة وبنفس الوقت فيه فرق السعر المهول بين الجهازين هذا الجهاز سعره 2300 ريال تقريباً هذا 1350 تقريباً فرق 1000 ريال بين الجهازين فحل رهيب للي يبغي يكمل الجيل الجاي مع جهاز جديد ويشغل الألعاب الجديدة لكن من نفس الوقت ما يحتاج 4K ولا يحتاج الدقة العالي فانبول الدقة 2K 2K عطنا السؤال الثاني نواف السؤال الثاني يتكلم عن حصريات الموجودة للجهاز الأكس بوكس سيريس اس وهذه الحصريات يعني نفس الموجودة في الأكس بوكس سيريس اكس والأكس بوكس وان اكس والأكس بوكس وان اس السؤال الثاني يتكلم عن جهاز الجديدة هيلو انفينيت هيل بلايد 2 والألعاب التي تصدر من الـ 14-15 فريق التي شرعتها مايكروسوفت في المستقبل هذا طبعاً سؤال يرتبط بعد بموضوع مهم هناك شخص يقول لك لماذا هذا الجهاز يشتريه وانا اقدر اشتري الأجهزة القديمة والعب عليها لان باختصار شديد دائماً الأجهزة القديمة لما ننتقل الجيل جديد ما يحدث بعد فترة الشركات توقف تطوير ألعاب على الأجهزة القديمة لكن هنا غير يقول لك أنه راضي في القدرات هذه وانا أعلم إليها ولكن غير الألعاب الجديدة فهذه الحل الجديد التي عدتها مايكروسوفت فهضة مغامرة جديدة لكن مايكروسوفت دخلت على مضادش ومثلز كل الشركات تعمل إنهمان جميعٌ أرض الألعب تدخل على هذا الجهاز تنزل على هذا الجهاز لأن الجيل الجديد والألعاب الحصرية هي ألعاب مايكروسوفت التي ت skilled agile على هذا الجهاز بعض الألعاب نعرفها مثل taller لاستحظوا هوate مثل تكن هيلو انفنيت في الألعاب متوقعة مستقبلاً ومايكروسوفت اشترت استوديوات كثيرة منهم بذستة اللي تسوي لنا دوم الڈر سكرول ديس آنرد فري وانتماشي مايكروسوفت ممكن تقرر أن كل ألعاب ذلك الشركة تكون حصرية وبالتالي فهي تكون حصرية لهذا الجهاز كنت قدرت تلعب عليه الڈر سكرول الجديدة حصرياً ففي حصريات قوية جاية للجهازين حقين مايكروسوفت اللي يكونون مشتركين بينها ونتقل الصالي بعده هل يعيش لدرجة أن يشغل كل ألعاب هذا الجيل محمد؟ توقع نوعاً ما جاوبنا ذا الصالف الفقرة اللي فاتت بس نعيده مرة ثانية نعم هذا الكلام متى الشركة بتوقف دعمه هذا الشيء يعني كل المدى الطويل صعب أن نجاوب ونحن نتونه ما نزل الجهاز في السوق فصعب أن نتخيل الشيء ذلك نقدر نتوقع أنه طالما هذا الجهاز يندعم هذا الجهاز يندعم أيضاً لأنهم يعتبرون جيل واحد وسلالة وحدة عائلة واحدة على عدلتهم سؤالي بعده هل سيشغل ألعاب الشوتر إلى 120 إطار مثل الأكس بوك سيريس اكس؟ طبعاً واحدة من مزايا الأكس بوك سيريس اكس والجيل الجديد بشكل عام حق الألعاب أنه مثلاً دعم القدرات الجديدة هنا مثل معدل الإطارات المتغير خلى مايكروسوفت قادرة أنها تدعم ألعاب 4K إلى 120 إطار طبعاً نعرف أن هذا الجهاز ما بيوصل 4K لكن هل بيوصل 120 إطار؟ ألعاب مثل جيلز فايف مثلاً ستعمل على الجهاز إلى 120 إطار على الأقل هذا اللي نعرفه حتى الآن دقة 2K بدقة 2K صحيح ونعرف أن جيلز متطلبة تطلب منك جهد كثير أو من الجهاز جهد كثير فغالباً نستطيع أن نخمن أو نتوقع من الأجهزة الألعاب الجديدة برضو ستدعم 120 إطار في الثانية فهذا شيء حلو إذا كان لعب تنافسي همك أنه عدد لطارات يكون سريع خصوصاً ألعاب التصويب لأنها غالباً هي الألعاب اللي بنشوف فيها 120 إطار ألعاب تصويب ألعاب سيارات صحيح فهذا الشيء بس بيرجع للمطور لا تفترضون أن إذا ذالجهاز أخذ لعبة تشغل 120 إطار أن هذا بيأخذ أيضاً لكن من الأمثلة اللي سمعنا فيها ومؤكدة مثل ما قال نواف قيرس رح تشتغل 4K 120 إطار هنا و 2K 120 إطار هنا تمام عندنا سؤال الثاني محمد اللي يقول اللي هو المساحة الداخلية حق الجهاز الفعلية يعني تعرف الجهاز يبيعونه بحجم معين ولما ينزل وتبت عليه الـ operating system ونظام التشغيل يختلف حجم الذاكرة التخزينية الموجودة كم من الذاكرة التخزينية الموجودة في سيليسر؟ الذاكرة التخزينية طبعاً المعلنة هنا أنها 500 جيجا بايت لكن 512 512 مستخدم جزء كبير منها للنظام فعندنا الجاكرة المتوفرة أول ما تشغل الجهاز وفاضي بتكون 363 جيجا بايت اشترى ذاكرة زيادة على فكرة هذه واحدة من المعلومات اللي ما سألنا عنها لكنها مهمة زي ما تعرفون فيه منفذ للممري تقدر تدخل فيه يعني SSD عشان توسع الداكرة هنا نفس المنفذ هذا موجود أيضاً في هذا الجهاز فتقدر تشتري الممري الخاصة بمايكروسوت وتوسعها مظبوط نروح للسؤال اللي بعده السؤال الثاني يسألنا هل السيريوس X فيه ray tracing طيب طبعاً أول شي بنتكلم بشكل عام إعلان مايكروسوفت الرسمي قالت الأكس بوك سيريوس S سيدعم ray tracing لكن هذا مو معناتها نفس الشي اللي قلنا عن عدد الإطارات إذا هذا الجهاز يدعم ray tracing في لعبة مو معناتها أن هذا الجهاز بيدعمها في لعبة برضو حتى لو أنه ريزولوشن أو أقل أنه هذا 2K مرحب واحد من المثلة أنا أف كابكم طلعت من فترة وقالت أن ديفل مايك راي 5 سيدعم ray tracing على الأكس بوك سيريوس X لكن سيريوس S ممتاز هذا واحد من الأشياء فبعض الألعاب ممكن تختلف بالأشياء التي تقدمها من شركة الثانية سؤال لي بعده هل صوت الجهاز عالي؟ طيب أنا ما كنت معك يا متجربة أنت تدربت قبل شوي يعني من تجربتي للجهازين ما في صوت ما أسمعت شيء أبد هادين يعني كلهم مرة مرة هادين شغلت لعبة ايه بس هذا شيء مو جديد على ميكروسوفت حتى الوون اكس ممكن تلمسه يكون حار مو بهذا الوون اكس اللي قبل لكن في هدوء لكن ما تسمع منه صوت فميكروسوفت نوعا ما من الجيل الماضي وهي أبزعت في الناحية هذه بحيث أن أجلسيتها ما تطلع صوت مهما كرفتها وهذا كان مرة خافت وبرضو سيريوس S جدا خافت وما سمعت أي صوت أبدا طيب فتحنا الصندوق حق السيريوس S جاوبنا أكثر من سؤال بشكل عام أنا ودي أقدم رسالة للجمهور ليش مايكروسوفت سويت هذا الجهاز أنا تكلمت في بداية الحلقة بكمل الحين أنت عندك في البيت تلفزيون عادي ما هو 4K عندك شاشة 2K ما هي 4K راضي باللعب يعجبك الجرافيكس خصوصا شاشات الكمبيوتر الصغيرة كلما كانت أصغر الـ 4K ما بيبين فيها فـ 2K بالنسبة لك يكون شيء جميل جدا أنا عند أخوي صغير بي سي ويلعب 2K على شاشته طالع الجرافيكس روعة فهذا الجهاز سويته مويكروسوفت عشان الناس اللي ما يحتاج تشتري قدرات هي ما رح تستغلها يعني احنا نتكلم عن شاشة تدعم 4K عشان تلعب 4K تب 120 يطار 4K تحتاج شاشة جديدة في HDMI 2.1 عشان تدعم 4K و 120 يطار فمو كل الناس عندها هذه الأشياء فوجود هذا الجهاز بفرق ألف ريال عن الجهاز هذا وغير كده بتوفر برضو سعر التلفزيون اللي بتدفع للا سعار تلفزيونات 4K برضو مورخيسة ويتغير تلفزيونات ففكرة رهيبة ننتظر نكلمكم أكثر عنها إن شاء الله ولازلنا اللي وده بعد عندها أسئلة إضافية غير اللي جاوبناها حطوها في التعليقات في الردود وإن شاء الله بإذن الله نجاوبكم عليها كان معكم محمد البسيمي ونواف النغموش من ترو جيميك مع السلامة